السلام عليكم مرحبا بكم في مطبخ وتدابر نورة مرحبا بكل المشتركات وصفة عنها اليوم رايح تكون حلوة جفة بنينا بالبزاف اقتصادية سهلة التحضير بمكونات بسيطة والذوق التحال ذوق خيالي هاد الحلوة يعني طريقة تحضير التحال بزاف سهلة تقدر تحضريها يعني في المناسبات في الاعراس تحطيها كوم انجا توسك وكذلك تقدر تحضريها لقهوة العصر نخليكم مع طريقة تحضير هاد الحلوة بسم الله على بركة الله بالنسبة للمكونات رايح نتوفوه معايا وفي نفس الوقت رايح نتوفو معايا طريقة التحضير بالنسبة لتحضير هاد الحلوة في ايناء نحط 125 جرام ملا مغغرين تكون بدرجة حارض الغرفان يعني هنا استعملت نصف علبة تعمل 250 جرام مع هادا نحط عليها نصف كاس من السكر حجم الكاس المستعمل 220 ميليليتر نزيد عليهم كاس مفلون بذوق الشوكولة ما يعادل 50 جرام مغرفة صغيرة من الفاني رشة على الملح نخلط كامل هاد المكونات بالباتر كما تقضي هنا تستغني على الباتر وتخلطي هاد المكونات بالفوي هنا نخلط منه حتى يدوب كامل هاداك السكر بعد ما يدوب هاداك السكر و هاداك الفلون في هاد المرحلة رايح نضيف حبة تعبيض كاملة ندخل منيح هاد الحبة تعبيض في هاد المرحلة و السكر نحذك منيح بالباتر بعد ما تدخل هاداك الحبات على البيض في هاد المرحلة عندي هنا يا نصف كاس من الزيت النباتي حجم الكاس المستعمل 220 ميليليتر بالنسبة لهاد الزيت رايح نضيفها تدريجيا و هادا هو سير نجاح الحلوة اللي تكون بالزيت بالنسبة للزيت دايما ندخلها شوية بشوية في الخاليط تعال العجينة هاكدار رايح نتحصل على كريمة تكون خفيفة و هادا رايح يخلي هاد الزيت يعني لما نجمع العجينة ما رايح رايح تخرج منها ندخل لمنح هاد الكميات على الزيت في هاد المرحلة نحي كامل هاداك الباتور و نبدأ نضيف في المواد الجافة بالنسبة للمواد الجافة هنا عندي مغرفة كبيرة على الكاكاو والبني المر نزيد عليهم زوج مغرف كبير على مايزينة نصف ملعقة صغيرة من خاميرات الحلويات في هاد المرحلة نبدأ نضيف الفارينة نحط الكاس اللول تاع الفارينة و الكاس الثاني تاع الفارينة بالنسبة لحجم الكاس المستعمل 220 مليلتر ندخل هاد المواد الجافة في هاد الخليط نحاول نجمع هاد العجينة بلا ما نعجنها نضيف الكاس الثالث تاع الفارينة و هناك ملاحظة برك بالنسبة لحجم الفارينة المستعملة هنا استعملت 3 كيسان تاع الفارينة حجم الكاس المستعمل 220 مليلتر بالنسبة للفارينة خاصة للمبتدئات نقول لكم نضيف الكاس الثالث تدريجيا يعني هاد الحلوى ريحت تحكملكم من 3 كيسان غير الربح حتى 3 كيسان تاع الفارينة هذا يبقى على حساب نوعية الفارينة اللي تستعملوها و درجة امتصاص الفارينة للسوائل و كذلك الحجم تاع الحبة تاع البيض اللي رايحين تستعملوها نحاول نلم منح هاد العجينة رايح نتحصل في النهاية على هاد العجينة تكون عجينة طرية متماسكة في نفس الوقت في هاد المرحلة رايح نضيف عليها زوج مغارف حتى 3 مغارف كبار لبيبيت دو شوكولا بالنسبة لهاد المرحلة تبقى اختيارية لكن هاد البيبيت دو شوكولا رايحين يمدو الحلوى هادية وحد الذوق و كذلك رايحين يمدو لها تحسي هاد البيبيت دو شوكولا كي طيبو يعني حيكونو يمدو وحد الذوقها كتحسي يعني بهم كتكون يتكلف هاد الحلوى نلمل عجينة منح نحط العجينة بين كيسين بلاستيكيين نحاول نشكلها هكذا منح نغطيها بالكيس البلاستيكي الثاني و نبدأ نحل فيها بالحلال بالنسبة للعجينة دايما نحلها من الوسط نحو الاسفل ومن الوسط نحو الاعلى و كذلك بالنسبة للعجينة نحلها على سمك حوالي 1 سنتيمتر نحل كيس بلاستيكي و هنا عندي شوية الفارينة بالنسبة لهاد الحلوى أنا استعملت هاد الطابع ليجي على هاد الشكل بالنسبة لهاد الحلوى تستعمل أي طابع يكون عندك كما تقدر تستغني تماما على الطابع و أدريها على شكل كريات نطبع هاد الحلوى و دايما الطابع ندخله في الفارينة يعني نرمدو شوية في الفارينة هكذا بش ما يلسقليش في العجينة و لما نطبع هاد الحلوى نحاول نضغط منيحها على الطابع وبعد ما نكمل نطبع كامل العجينة نحي هاد ليشوية الزايدات على العجينة و دائما بالنسبة لهاد العجينة يعني المتابقية نحاول أني نطمها منيح يعني ما نعجنهاش نطمها برق و نخلطها مع عجينة جديدة و نعاود نحل العجينة بنفس الطريقة من جهة أخرى هنا البنات كنت وجدت سنيوى اللي حطيت فيها بابي كويسون أما بنسبة لأخوات اللي ما عندهاش هاد لبابي تقديري تعوضيه تدهني سنيوى بتاعك بشوية تعزيد و تحطي الحلوى ديالك و كذلك البنات شوفوا كيفاش ساعدني بزاف هاد الكيس بلاستيكي باش نرفض الحلوى و كذلك باش منضيش كمية وحد أخرى تعال الفارينة للعجينة ديالي نستف الحلوى حبة قدام الاخرى و نخليه فراغ صغير بيناتهم بعد ما كملت طبعت كامل الحلوى ديالي رايح نحطها الطيب في الفن اللي كنت سخنته من القبل على درجة حارة 170 دراجة نخليها حتى تتحمل من الأسفل نشعلها الكوشة من الفوقة نخليها تطيب شوية من الفوقة و نطفي عليها الكوشة بعد ما نطفي عليها الكوشة نخرجها من الفن نخليها حتى تبرد كامل بعد ما تبرد نحيها من هذيك السنوة كيما شفتم معايا البناتها هاد الحلوى تجي سهلة بالبزاف وتجي بنينة بنينة بالبزاف من جهة أخرى هنا عندي الكوكاو اللي كنت حمصته ورحيته و صفيته نحيت كامل من هذيك الكوكاو ورقيف رايح نحط منه زج مغارف كبار في شوكولة اللي كنت ذوبتها هنا عندي ميتين غرام تاع الشوكولة بذوق الحليب ذوبتها ضفت له هذي جمغارف كبار تاع الزيت النباتي خليتها حتى دابة منيح و حذكتها منيح هنا بنسبة للشوكولة والقلاساج تاع الشوكولة باش يجيك منيح من الأفضل تخلي الشوكولة تبرد شوية باش تبديت قلاسي بها الحلوى ديالك نخلط منيح هذا الكوكاو و نبدأ نقلاسي الحلوى ديالي نحاول هكذا نسعفها شوية نحطها فوق الفرشيطة و نفضغ فوقها هكذا الشوكولة نحاول نغطيها من كامل الأطاف نفضها شوية باش نتخلص من كامل هذيك الشوكولة الزائدة و نحطها فسني وعقدة باش تنشف كما شفتون معايا طريقة تحضر هذي الحلوى بزايف سهلة يعني ما عندك شاكا أحبة تلسقيها مع خطها باش تدير القلاسي وهذي الحلوى البنت عندها الزوء التحر الزوء خيالي هذيك البنت التي لديه بيبيدو شوكولة فلون هذيك اللي حطيناها فلابات كذلك الكوكاو هذي اللي اللي درناه في القلاسي هذا تعلق الشوكولة رايح و هذه البيبيت دو شوكولات يجب عليها انكروسيون لهذه الحلوة معها هذا الكوكاو و هنا البنات بنفس الطريقة سنكمل لغلاسي كامل الحلوة لي معايا و سنجعلها حتى تنشف كامل في النهاية البنات الحلوة اللي كنت حضرتها معاكم هاي اللي قدامكم شوفوا كيفاش تجي جي الطريقة وبنينا نقسم لكم وبالنسبة لهذه الكمية خرجت لي 25 حبة بالنسبة لهذه الحلوة نادرت الحجم تحش شوية كبير يعني دادتها بالنسبة لمناسبات ولا من الافضل انك تخيري طابع يكون متوسط الحجم ديالو شوفوا كيفاش تجي الطريقة و تجي الدف الفم و في نفس الوقت هادو كلي بيبيت دو شوكولات رايحيني يمدو لها انكروسيون لهذه الحلوة في نهاية البنات ان شاء الله الوصفة عنها لما تعجبكم نقولكم شجعوني بلايك و كذلك تعليق باتاجيو لفيديو مع احبابكم و استيقاكم اما انتم لتزور لأول مرة القناة شجعوني بالاشتراك في القناة في النهاية اترككم في امان الله في فيديو اخر ان شاء الله سلام اشتركوا في القناة